معظم النواب الإيرانيين لم يقتنعوا بأجوبة الرئيس حسن روحاني حول أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب النواب في جلسة علنية لم يقتنعوا بأجوبة روحاني وطلبوا التصويت على ذلك وبناء عليه فقد طرح رئيس المجلس لأسئلة بصورة منفصلة للتصويت عليها من قبل النواب وكانت الأسئلة والنتائج كالتالي لماذا لم تنجح الحكومة في السيطرة على التهريب الذي يعد أحد أهم عوامل شلل الإنتاج الوطني حيث اعتبر 138 نائبا رد الجمهورية غير مقنع فيما اعتبر 123 نائبا الرد مقنعا وامتنع ستة عن التصويت ما هو السبب في استمرار الحضر المصرفي على إيران رغم مضي أكثر من عامين على تنفيذ جميع تحودات الاتفاق النووي حيث اعتبر 137 نائبا رئيس الجمهورية مقنعا فيما اعتبر 130 نائبا الرد غير مقنع وامتنع ثلاثة عن التصويت لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ إجراء مناسب لخفض البطالة المفرطة حيث اعتبر 190 نائبا الرد غير مقنع و74 مقنعا وامتنع ثمانية عن التصويت السبب في الركود الاقتصادي الممتد أعواما رغم الوعود والإعلان عن تجاوز الركود حيث أعلن 150 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فيما اعتبر 116 نائبا الرد مقنعا فيما امتنع ستة عن التصويت ما هو السبب في الارتفاع المتسارع لأسعار العملة الأجنبية والانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية حيث أعلن 196 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فيما اعتبر 68 نائبا الرد مقنعا وامتنع ثمانية عن التصويت من جهته الرئيس الإيراني قال أننا لن نسمح لأمريكا بأن تمرر مؤامراتها واعتبر تلك المشاكل ناتجة عما وصفها بمؤامرات البيت الأبيض دون التطرق إلى الفساد المستشري في أجهزة الدولة وانفاق أموال البلاد على التدخلات الأجنبية العسكرية في الدول المنطقة ودعم الجماعات المتطرفة